نهضة عمرانية وعقارية كبيرة شهدت مصر خلال عام 2023 وتجربة واعدة نفدتها الدولة في مكال الإسكان كانت محطة إشادة واسعة المزيد في العرض التالي مع رجاء رمزي أهلا بكم شهد العام 2023 استمرار الجهود من أجل مواصلة النهضة العقارية التي بدأتها الدولة منذ العام 2014 الأمر الذي أدى إلى أن تكون التجربة المصرية العمرانية محطة أنظار الخبراء في مختلف دول العالم قطاع الإسكان قطاع حرصت فيه الدولة على تكثيف العمل على مختلف المحاور في آن واحد مثل محاور الإسكان الاجتماعية المتميز والفاخر وكذلك طرح الأراضي التي تناسب مختلف الفئات المجتمعية واستمرار العمل على المبادرات التي لاقت قبولاً واسعاً من المواطنين ومنها مبادرة بيت العائلة كما حرصت الدولة على إنجاز الأعمال في ملف المرافق ومياه الشرب وصرف الصحي ذلك استمراراً لتحقيق النهضة في المشروعات الجارية تنفيذها كذلك تنمية المدن العمرانية الجديدة بالإضافة إلى تطوير المدن القائمة بالفعل على صعيد الاستثمار في القطاع العقاري فقد زاد الإقبال على الفرص الاستثمارية من خلال الربع الأول والثاني والثالث من العام 2023 إذا ما قررناها بنفس الفترة من العام 2022 بنسبة تجاوزت 42% كما تضاعف الإقبال للحصول على قطع الأراضي بالدولار منذ مطلع العام 2023 بلغ عدد القطع المحجوزة 849 قطعة بمساحة تصل إلى 3560 فدانة توفر 150 ألف فرصة عمل كذلك بلغت مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بنظام الحصة العينية والنقدية أكثر من 76 مشروعا في ثماني مدن جديدة بمساحة تصل إلى 15300 فدان توفر 310 ألف فرصة عمل أما على صعيد المدن العمرانية الجديدة فقد بلغ عدد المدن الجديدة 61 مدينة بمساحة تصل إلى 2.3 مليون فدان يقتنها حاليا أكثر من 11 مليون نسمة من المقرر أن تستوعب أكثر من 80 مليون نسمة مستقبلا المدن الجديدة التي تم بناؤها تضم مناطق صناعية بمساحة تصل إلى 152 ألف فدان حيث يبلغ حجم الاستثمارات المتوقعة بالمدن الجديدة وذلك خلال الفترة المقبلة 200 مليار جنيه كل ذلك انعكس على رؤية المؤسسات الدولية ومنها البنك الدولي الذي أكد أن مشروع الإسكان الاجتماعي الذي تنفذه مصر يعد الأكبر على مستوى العالم ويساهم بشكل كبير في حل الأزمة السكانية التي تعاني منها فئة محدود الدخل بنسبة تصل إلى 60% كما أكد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أن تجربة مصر الرائدة في مجال التنمية العمرانية والحضرية تعتبر تجربة فريدة من نوعها الأمر الذي حفز اختيارها لاستضافة المنتوذة الحضرية العالمي في دورته الثانية عشر في العام 2024 هكذا انتهى العام 2023 إلا أن العمل لإقامة دولة عصرية حديثة لم ينتهي من خلال تواصل الجهود لتنفيذ عدد ضخم من المشروعات العملاقة التي تسهمه في مواجهة التحديات القائمة فضلا عن المساهمة في تحقيق طفرة غير مسبوقة في مؤشرات التنمية الاقتصادية شكرا